اهلا بكم عزيزيو الطالبات والطالبات التعليم الفني! في حلقة جديدة مردناك في بيتنا مدرسة. وحلقتنا النهاردة طبعا هتكون مخصصة لطالبة التعليم الصناعي. وطلبة الصف التالث طبعا احنا بقلنا فترة مششغالين مع بعض طبعا. فترة كانت سبب مراجعات للصف التالث طبعا. وبنرجع تاني بنستقنف المواد بتاعتنا وبنستكمل نستكمل الجزء الخاص بالمواد بتاعتها. طبعا طلبة صف الثالث اه او طلبة بمعنى اصح لان عندي نوعين في صف الثالث صف الثالث نظام الخمس سنين وصف الثالث في نظام الثلاث سنين. في الخمس سنين احنا كنا راجعنا معهم وعقفلنا لهم وعملنا لهم مراجعات عشان الامتحان بتاعهم عندهم امتحان نقل. اما طالب الثلاث سنين فدي اه مرحلة نهائية فبالتالي هو ما عندوش امتحان فبالتالي اي مراجعات عملناها في الفترة اللي فاتت كان الاسترجاع كل اللي احنا خدناه في الفترة اللي فاتت في الجزء الاول من منهجنا. فاحنا بالنسبة لنا في نهاية العام بنمتيحن المنهج بالكامل اه جزء اين? جزء الاول والجزء التاني اللي هم مسمهم فيه سنوات النقل الترمين. لكن احنا ما عندناش ترمين. فبالتالي بما اني متحاننا في نهاية العام الدراسي فهنتكلم برضو عن جزئية مهمة جدا وهو البرامج اللي احنا بناخدها عندنا في الجزء الخاص بالدبلوم الصناعي. وهو انا عندي برنامجين. بناخدهم على مدار العام الدراسي. برنامج الاول اوتوكاد. وكان فيه منه اه شكلين او طريقتين بنشتغل عليهم. الطريقة التو دي. اللي الرسم المسطح كانك بترسم على لوح رسم عادي. والطريقة التانية اللي هي بنتكلم فيها عن الاوتوكاد سلاسي الابعاد. بشوف المنظور. وطبعا زي ما شفنا في الحلقات اللي كانت موجودة معايا في بعض الاقسام ميكينيكية اللي كانت اه بتدرس الجزء الخاص بالرسم الفني. وازاي بشوف المسكوات التالية شوف المنظور وارسمه وشوف كل خطوات الرسم بتاعته. اه عندنا هنا طبعا في الاوتوكاد اه هو بيعمل كل ده. يعني من ضمن مميزاته. ويمكن في برامج تانية موجودة عندي في الاقسام ميكينيكية زي برنامج برضو بيعمل حاجة زي كده. فانا ما عنديش البرامج دي بس عندي برامج كتير. بس احنا هنا طبعا بما ان المادة عامة وكل الشعب والتخصصات بتاخدها. فبالتالي انا بجيب التدريبات او التمارين اللي تكون اه متناسبة او متناسقة او تقدر كل التخصصات بجميع انواع هتشتعل. لكن في برامج تخصصية تنفع التخصص. جزء الاولاني من اه منهجنا طبعا احنا خلصناه وكمان ادينا عليه مراجعات بسيطة وهنراجع تاني في نهاية العام الدراسي عشان نسترجع كل اللي احنا خدناه. لكن احنا دلوقتي بنبدأ في جزء تاني من منهجنا هو برنامج الفوتوشوب. برنامج الفوتوشوب من برامج الرسم المهم عندنا. وبرضو عشان نبقى فاهمين وعارفين هو مش البرنامج الوحيد او الاوحد. لا. في برامج كتير جدا. يمكن هو بقى كمان على الموبايل وفي اه اكتر من اه برنامج شغال او زي ما احنا بنقول كده هو. اه موضوع ان انا بصور كتير صور. فبالتالي بحتاج ادور على البرامج اللي بتساعدني. فعشان اه ادور فيه السوق او ادور فيه المكان اللي فيه الكل البرامج اللي هي خاصة بالموبايل او خاصة حتى بالكمبيوتر. هلقى موسوعة او مجموعة كبيرة جدا من البرامج دي. المتناسب مع التخاصات بتاعتنا او القريب فيه التعامل ما بين التخاصات واقدر ان انا انسق وخلي كل التخاصات تشتغل عليه هو كان برنامج فوتوشوب. تمام كده? لكن هو بيفيد مين او التخاصات الفنية اكتر هي اللي بتستفد من النوع ده من البرامج. طب الميكانيكية اللي هي ما عنداش الوان وكلام من ده بتاخده ليه? بتاخده عشان هو لو قعد في اه بيرعمل حاجة مسلا اه معينة في الشغل بتاعه بيعمل تصميم فيبقى عنده الناحية الجمالية. يبقى عنده الحتة الفنية يقدر يشوفها كأنها صورة قدامه. فبالتالي يقدر يعد له غير الوان لو هو عنده تصميم مسلا صميمه على الاوتوكاد يقدر ياخده بالوانه على الاوتوكاد. وبما ان الاوتوكاد ما بيديش كل الالوان المتاحة فيقدر كمان يدخلوا على الفوتوشوب ويعمل له خلفيات ويعمل له. كانوا في الطبيعة بقى. هو يرسم النموذج على الاوتوكاد وياخده يركبه على الفوتوشوب ويبدأ يلعب ويغير في الخلفيات والالوان. يعني برضو دي ميزة معاه. فهو يقدر يستفيد بيه كده. ويقدر يستفيد بيه من ناحية الدعائية او اللي هو نظام الدعاية الاعلان على برنامج فوتشوب. يمكن عشان اتكلم على الفوتشوب ممكن نتكلم الساعة كاملة على البرنامج بس كان مقدمة لكن عشان نلحق على طول ندخل على موضوعنا هنبدأ ان نشتغل على الجزء ايه دي. حاجة مهم قبل ما نتنقل على الجزء الفني في الحلقة بتاعتنا هو طبعا زي ما هشوفنا في الفترة اللي فاتت يمكن على قناتنا على يوتيوب كان فيه تفاعل كبير جدا ما بين الطلبة بتاعتنا والمدارسين. مدارس بتاعنا هو القاعدة على اليوتيوب بيرد عليك فعليا. وبالتالي حبنا برضو نأكد على الرواب بتاعتنا. احنا عندنا تلات روابط مهمة احنا شغالين بها معاك وهو آآ الرابط الخاص باليوتيوب ورابط الصفحة وكمان رابط المنتدات وهنستعرضهم معاكو دلوقتي وهنلاحز ان هما كلهم بينتهوا بآآ كلمة واحدة هي فني ادوكيشن. واحنا طبعا بالاختصار بتاعها هنشوفها دلوقتي على الروابط. هنستعرض الروابط ونرجع للموضوع بسرعة علينا. قناة اليوتيوب بتاعتنا ده الرابط بتاعها احفظ الكلمة دي لانها هتكرر مع الرابط اللي بعد كده. صفحتنا على الفيسبوك برضو نفس الموضوع نفس الكلمة بس طبعا معاها تردد القناة بتاعتنا عشان برضو يبقى سهل علينا ان احنا نعرف الصفحة بالتردد بتاعها. وبرضو موجود عليها الاسدزة وبيردوا على حضراتكم. بعد كده منتدات كطاع التعليم الفن وهي ربطة ما بين كل الكلام ده ومتقسم الحاجة عليها بشكل مميز وفيه فيديو موجود عندنا متصور بشكل خاص على ازاي اتعامل مع المنتديات. طبعا المنتديات متخصصة في كل المواد. وبرضو دابي دابي داري فني ادوكيشن دوت آآ واي او سبعة آآ عشان برضو في ناس بتلغبط في موضوع رقم سبعة دا دوت كوم. ده رابط المنتديات وده طبعا آآ شغال معنا بقالنا فترة كبيرة جدا وعليه كل المواد العلمية. سهل لو انا بتاقي آآ ان انا ادور على المادة العلمية بتاعتي على آآ قناة اليوتيوب. لو دخلت على المنتديات هتلقى تعرف تخصصك. هتدخل تعرف الصف بتاعك. هتدخل كمان على الصف. هتفتح الصف بتاعك هتلقى المواد. لو ضغطت على المادة هتفتحها جوه هتلاقى الموضوعات ومترتبة بترتيب المنهج بتاعك. يبقى دي برضو اسهل شوية يمكن انا بحب المنتديات اكتر. وهي معمولة في الاساس عشان تقدر توزع لك الفيديوهات الموجودة على قناة اليوتيوب. وطبعا كله بآآ مجهود زميلنا هنا الموجودين معنا اللي بيساعدونا ان احنا نظر الحلقات بالشكل الجيد اللي هو بيعجبك وده طبعا كومنتات اللي بنشوفها على حلقاتنا وخصوصا كمان على الحلقات الممتازة زي حلقتنا النهاردة. طيب نطلع بقى على الجزء المهم بتاعنا وهو برنامج فوتشوب. برنامج فوتشوب آآ هو برنامج آآ كمبيوتر عادي. بالنسبة لنا. فلو انا بتعامل مع كمبيوتر اصلا فهبقى متوقع ان اشكال الزراير دي تشبه اللي موجودة في برنامج تاني. لو انا شغال على لو انا شغال على معروف ان الزرار الحفز او آآ الرمز الحفز هو علامة الفلوبي ديسك. فبالتالي انا اقدر ابقى فاهم ان اده بتاع الحفز. والسيف آز عارف ان هي ممكن تكون لو البرنامج بالعربي مكتوبة حفز باسم او السيف آز اللي انا واخدها او بتعلمها في البرامج تانية. تعالوا نشوف المقدمة الخاصة بالفوتشوب وتشوية التعريفات اللي ممكن يجيلي فيها اسئلة نظري. بيقول لي بالنسبة البرنامج فوتشوب آآ برنامج ابارة عن الغلط منه الاساسي هو برنامج معالجة وتحرير السور. هو اساسا بيحرر ويعالج السور. يعني ايه حرر ويعالج السور? يعني لو مسلا انا لقى طلقته زي اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. اقدر ان انا اعمل كل اللي موجود ده قدامكم وشايفينه عن طريق البرنامج بالشكل اللي احنا شايفينه فبالتالي هيسهل لي ويساعدني. طب الميزة الاكتر ايه تاني? لو انا تصورت في خلفية مش عجباني. وعايز مسلا احطني مسلا انا تصورت في مكان والخلفية كانت صعبة كان فيها حجارة وشكل مش مش ظريف بمعنى اصح. بس انا مش قادر ان انا اغير الصورة دي. انا حابب صورتي. انا كنت متصور مع المجموعة والمجموعة دول حبايبي. فبالتالي الخلفية مش عجباني. بس حبايبي مش قادر اسيبهم. هقدر اخدهم معي وحطهم في مكان تاني بخلفية تاني. سيبنا من موضوع ان يكون فيه كرومة. فيه ناس بتصور على خلفية خضرة وبتبدأ تفرغ الخلفية. برضو بيتم في الصور. الصور اللي هي العادية الفوتوغرافية. بس لا ده انا كمان بقدر ان افرغ حتى لو الخلفية مش خضرة. عشان الناس الشاطرة اللي بتلعب على اليوتيوب كتير جدا او بتشتغل على الصور عارفين موضوع الخلفيات الخضرة. لا ده انا على فوتوشوب اقدر كمان افرغ الخلفية حتى لو ما كانتش خضرة. طيب وفيه حتة تانية. لو انا عندي حتة بايزة في قلب الصورة. يعني مسلا جيت هنا مسلا في علامة كانت جنبي مسلا في الجزء ده انا مش عاجبني الحتة دي. انا المربعة ده كده عايز اشيله. العلامة دي مسلا الموجودة هنا دي قدامي اللي هي لونها مسلا في الخلفية لونها عم بدي على خضر. انا عايز اشيلها وخلي كل المنطقة اللي حواليها دي هتكون بنفس الصمرة. تبقى كلها ايه? صمرة بالشكل ايه. فبالتالي هقدر ان اعلم عليها هي نفسها. وابدر اخلي الخلفية كلها باللون واحد. طيب هنرجع تاني نكمل موضوعنا. هنقول بيستخدم في عمل بنارات الصفحات الويب وتصميم الشعارات. ده انا اقدر استخدمه كمان استخدامات تانية. اه بيستخدم في عمل صور متحركة بمتداد جي اي اي اف. اللي احنا بنسميها او بنسميها اه حسب المساميات بتاعتها او اللي هي الرموز المتحركة الصور الصغيرة اللي بنشوفها او بنقدر احنا نشتغل عليه. طب. ولو استخدامات عديدة اخرى. ايه الاستخدامات العديدة الاخرى? الاستخدامات العديدة اللي هو انا مسلا زي انا بتكلم كده انا قدر استخدمه في الدعاية والاعلان كمان اقدر اعمله اه باعدل صور خاصة بيا انا واضبها وابدأ اوزعها لصحابي احط صورة في قلبي دايرة اشكال كتيرة جدا هنقدر ان احنا نشوفها اه لو انا اه متمرس مع البرنامج لو انا عندي القدرة ان انا اتعامل مع البرنامج بالشكل المطلوب الموضوع محتاج مني فكرة بالزبط كده لو انا بتفرج على صورة ومش هنقول بها ده اقدم صور صورها لا ده ممكن يكون مسلا زي صورة في تلفزيون زي الصورة اللي موجودة قدامكم هو الصورة دي طالع لوحدها ولا وراها مجموعة شغالة عليها في وراها مجموعة شغالة عليها عشان احط مثلا اللون اللون نفسها الموجودة في قلب الصورة اه خلي الشخص او اللي هيقدم الموضوع يكون قاعد بشكل مزبوط كل ده فني يعني انا بدور على الفنيات معاه طب هو الشخص اللي جاب او المجموعة اللي اللي بتصور الكلام ده هل هي مجموعة عادية جات وعادت الناس بالشكل المطلوب وخلاص بدأت صور ولا عنده فن كمان في عرض الصورة لا ده عنده فن ده ممكن يقسم لك الصورة الشاشة مثلا الصورتين زي ما بيحصل مثلا معانا فبالتالي تخليك تبقى منجزب اكتر لا ده اللي بيقدم اخلي بالنا احنا بنتكلم على الحتة مهمة جدا ان الفوتشوب عندي فيه تعديل على الفيديو فبالتالي اقدر اتعامل بداع على الفيديو وطبعا لنا اه اه تجارب كتير جدا في الموضوع ده على البرنامج وان شاء الله في مع نهاية السنة بتاعتنا ممكن لو فيه تمارين بسيطة من النوع ده نقدر نعرضها معاك ولكن طبعا هي مش في المنهك اه لو عرضناها نعرضها كده بس كفكرة اقدر اعملها على البرنامج فبالتالي لازم اللي يكون ورا الكاميرا يكون فنان عشان يقدر يطلع لك الشكل اللي اقدر ان انا اتعامل بيه او اظهره على الناس فالناس تعجب بيه بالتالي لو الناس اعجبت بالشكل الصورة هتكمل معايا الموضوع طب لو الموضوع مهم جدا والصورة وحشة هيسيبه الصورة ويقوم مش محتاج ان هو يتعامل مع الصورة تاني فبالتالي التعامل مع الصورة مهم جدا جدا طب ليه بنقول الكلام ده كمان لان انا البرنامج عندي بيعمل دعاية اقدر ان انا اجيب اعمل غلاف لمنتج عندي ممكن الغلاف الغلاف جميل جدا بس المنتج اللي جوه رديء. وتلقى المنتج بيتباع بسبب ان الغلاف شكله حلو. هيشتريه مرة على مرة كده الناس اللي يقول العمل بتوعي بس طبعا لما بيكتشفوا ان المادة اللي جوه سيئة فبيبدأت يطلع او بزي احنا بنقول كده بيبقى فيه رد فعل على ان المنتج بتاعي سيء. اه الغلاف حلو اه بس المنتج سيء. اه باع شوية اه. بس بعد كده هيمزل الكرف بتاع البيع بتاعه مرة واحدة لان طبعا تم اكتشاف اه عدم جودة المنتج بتاعي. على العكس ممكن يكون المنتج ممتاز جدا وعالي الجودة بدرجة لا توصف بس الغلاف سيء. المنتج ما يتباعش. بسبب الغلاف السيء. طب الغلاف السيء ايجي من ايجي من اه فنان كان قاعد بيعمل التصميم بتاعي المفروض يكون على المنتج بتاعي وعملوا بشكل ما حصلش منه جذب للناس او للجمهور بتاعي. فبالتالي ده المهم انا انا مش بشتغل لوحدة انا بشتغل على حاجة مفروض تعجب الناس. فبالتالي لما اجي اعمل الحاجة دي لازم تكون بتعجب الناس الاول. اختار الوان المناسبة. مثلا لو انا بالنسبة لها الكلام عن تخصص مثلا زي تخصص النسيجة او الملابس الجهزة الحاجات اللي فيها الالوان اللي هي اساسا بتتباع عشان الوانها. فلو انا اه مثلا موجه الاماشة دي او بصممها عشان اا الاماشة الحاريمي لازم تكون فيها الوان معينة واشكال معينة ورسمات معينة. لو موجهة للاستخدام الرجالي لازم يكون فيها الوان بشكل معين وايه انها مش هتتباع. ولان هيا كل الالوان اللي فيها ميلة له الاحمر والبمبة والفشة والكلام ده دي كلها الوان بتمشي مع الاماشة الحاريمي. لكن ما تمشيش مع الرجال. فبالتالي لو انا هعمل منتج وانا عارف ان المنتج ده رايح لصناعية هتبدأ تفك الغلاف بتاعي ده وتشغله. بالتالي برضو احمل المنتج يعني على اقل فيه الرسومات على اقل ممكن احط حتى طريقة التركيب حتى على على الغلاف بتاعي. يعني فيه اكتر من فكرة. بالتالي لو انا هعمل برضو الحاجة دي موجهة للاطفال وده من لقيها بقى ايه? في المنتجات الغزائية. لو دخلت ع السوبر ماركت هتلقى راسس الوان من الاغلفة. الغلاف اللي بيجزب طبعا ان هو بيبيع معظم البيع لاطفال. الغلاف اللي بيجزب الطفل هو اللي بيروح يشتريه. ممكن انت تجي تقول لابنك او اخوك او حسب الشخص اللي معاك. بلاش تاخد المنتج ده? ده المنتج دي سيقولك لأ انا عايزه يعني عايزه. هو عايزه هو طفل. هو شاف اللون وعجب باللون. وده كانت فكرة المصمم فعلا ان يجزبه على اللون مش يجزبه على المنتج اللي اه هو اشترى وما قدرش ياكله ان هو كان سيء بس هو اخد العبوبة او الغلاف الخارجي كحاجة تجزي بالطلب او تجزي بالطفل بتاعي. فهو ده اللي ماشي في السوق ان انا بعمل دعاية واعلان هتلاقى حتى في بعض الالوان انت لو شفتها تعرف ان هو ده اللون ده بتاع الشركة دي. خلاص انت عارف ان هم عايزين يعملوا منتج او يعيلنوا عن حاجة ليه الشركة دي. طب لو لقيت شعار شركة تانية موجود مش هتقبل عدم موجوده لان انت خلاص متعود على اللون ده بتاع الشركة اه رقم واحد بالنسبة له. وهكذا بالنسبة لالوان والتصميمات والاشكال الزخرفية اللي بنحطها على تصميمات مهمة جدا خصوصا للعميل بتاعي كمان. ان هي اللي بتجزبه نمرة واحدة. نكمل بقى على الجزء الخاص بنا وبنكمل في الجزء الخاص بيه اللي احنا كده فهمنا الا 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 استخدامات وعرفنا ان هو بيستخدم لعمل البنارات وهو في الاساس للدعاية بغير السور بعدل على الصورة بلقط الصورة الصورة فيها مكان مش عاجبني او في اه اي شكل مش عاجبني في الصورة بقدر اغير الشكل نفسه. اعدل الجزئية اللي بايزة اخد عينة كده من مكان قريب منها عشان في عندنا حاجة اسمها الظل والنور. الظل والنور ده مش كل حتة في قلب الصورة بنفس اللون. انت شايفها بعينك عشان من بعيد شايفها بنفس اللون. لكن انت لو قربت كويس وبدأت اشتغل عليها مسلا ببرامج او بشغل بنظام الكاميرات تصورت وانت بتبدأ تعدل عليها تلقى كل جزء في الصورة واخد لون غير التاني. اقرب الالوان لبعض هم على نفس الصف الواحد او اللي هم قريبين من بعض في جزء الاضاءة. فبالتالي حتى لما اجي اعدل على الصورة ده هنعدله كمان شوية. باخد العينة بتاعتي من مكان قريب من مكان المصاب. ما روحش بعيد ولا الاضاءة بتاعتي هتختلف. بنكمل ونقول الجزء الخاص بتاع البكسل. يعني ايه بكسل? بكسل هو عبارة عن مربعات صغيرة. ازا كان عددها كبير اه بتديني اه شكل مختلف اه من الوضوح عن ازا كان عددها قليل. ازا كان عددها كبير ووضوح الصورة بيكون عالي. ازا كان عددها قليل بيكون وضوح الصورة ضعيف او زي ما احنا بنقول عليها كده الصورة دي مبكسلة. مبكسلة يعني ايه? الشاشة اللي انت بتتفرج عليها دلوقتي دي ميتقسمها مجموعة من الخلايا. ايا كان نوع الشاشة. حتى لو شاشات بلازمة. هي متقسمة لمجموعة من الخلايا. مجموعة الخلايا دي بتكونة بالنسبة لي عن طريق نقطة. زي بالزبط اللعبة بتاعت التجميع بتاعت الاطفال بتاعت زمان دي. هنلاحز ان هي عبارة عن ممكن اعمل بيها اشكال والوان عن طريق رص المكعبات بشكل معين. فتخيل ان نفس الفكرة بتاعت رص المكعبات دي هي نفس فكرة الصورة اللي انت بتشوفها. عشان كده لو لقت لقطة بالكاميرا وفضلت تكبر فيها تكبر فيها. هتيجي فترة من او وقت من الاوقات وانت بتكبر كده هتلقى الصورة تحاولت لمجموعة من المربعات. الخلايا دي بتتكون من مجموعة من الالوان. مش كلها لون واحد. ده لازم يكون فيها تلات الوان اساسية موجودة عنده. ده هنتكلم فيه عن انظمة الالوان. وطبعا انظمة الالون كتيرة جدا. وده طبعا هيفسر لنا ازاي انا اقدر هشوف الصورة بالالوان اللي ظهرة قدام. فيه حاجات كتير جدا بتحكم على الصورة. النظام اللوني بقى. النظام اللوني انا عنده مجموعة من الانظمة اللونية. واول نظام لوني هو نظام او اللي احنا بنتكلم عليه بقى اللي هو بيخلي الصورة بين لونين. لكنها طريقة آآ نقطية. بتحسسك بان الشورة الصورة اللي انت شايفها دي عبارة عن مجموعة من نقط. فكرة عاملة زي فكرة ايه? زي فكرة الايصال بتاع الماكنة بتاع السوبر ماركت. الكلام بيقى مكتوب عن طريق ايه? شكل نقط. فالصورة حتى مهما كانت يعني انت لو صارت صورة شخصية وجيت تطبعها بالنظام ده او تعرضها حتى على الشاشة بالنظام ده. هتلاقي عبارة عن نقط آآ موجودة على الشاشة وبتكون الشكل اللي انت شايف. ويبقى البيت ماب ده بيخلي الصورة بين لونين. العباد والاسود مسلا او اي لونين لازم يكونوا لونين بينه وبين بعض. بس الصورة متكونة من مجموعة من النقط. النظام التاني هو من آآ اسمه كده يعني هو ميال للون الرمادي. ده بيخلي الصورة بتاعتي باللون الرمادي بدون اي الوان اخرى. معنى كده ان هيكون في تدريج ما بين اللون الرمادي بتاعي وهو ده اللي بيظهر الصورة بالشكل المطلوب. وده برضو من ضمن الانزمة اللي موجودة عندي على البرنامج. ممكن يكون متصور صورة جميلة جدا. ولما حولها كمان آآ لجريسكل. بص لان الصورة بقت اشيك. عشان كده هنلاقي ان في بعض الصور موجودة آآ ده نظام نظام الدعاية يعني. بدل ما انا اشغل الوان لانو خليها ازهرة باللون الابيض والاسود او بالتدريج الرمادي. عشان يحسسك بالصورة جميلة. وطبعا بتستخدم في بعض الاحيان في اماكن في تصميمات معينة. يعني مسلا التصميم ما بتكلم عن تاريخ او انا عايز اظهر ان الصورة دي متصورة في وقت قديم جدا فبالتالي ببدأ احط كل التفاصيل اللي تقول ان الشخص ده متصورة مسلا من عشرين تلاتين سنة. فدي فكرة الصورة. ففي ناس بتعجبها كمان الاشكال دي من التصميمات وبنشوفها كمان يعني يمكن في بعض الفيديوهات كان موجودة آآ عندنا بنلقى فيها الفكرة دي. انه يحاول لك الصورة للالوان الابيض والاسود او التدرج الرماطي. بعد كده ده النظام المهم هو الار جي بي. الاحمر والاخدر والازرق. ده آآ النظام الاساسي الار جي بي دوت ده النظام الاساسي اللي احنا في الاساس بنشتغل به او هو المنتشر او هو الداير او الدارج مع الناس وده للتعامل بجميع درجات الالوان مع دقة اتنين وسبعين بيكسل في البوصة. ده بيعتمد على خلط الوان الضوء. خلي بالنا اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. هو ده الشاشة اللي قدامكم. الشاشة اللي قدامكم اللي ظهر دلوقتي هي عبارة عن نظام ضوء في الالوان. نظام الالوان بتاعها نظام ضوء. بيعتمد على تلات الوان هي الاحمر والاخدر والازرق. خلط التلاتة دول مع بعض هم اللي ظهرين الصورة اللي ظهرها قدامك. الخلية الواحدة يعني لو احنا قلنا مسلا ان المكان ده عبارة عن خلية فالخلية دي فيها التلات الوان. الخلية اعتبرها نقطة. احنا قلنا من شوية كان في عند نظام لوني بيعتمد على النقطة. لأ انه بقى قسم شاشتك اللي قدامك دي لمجموعة من النقطة. بس كل نقطة فيها التلات الوان. طيب ايه اللي بيحصل? ان في واحد بيبقى آآ ساطع قوي والتاني منخفض شوية والتالت منخفض خالص. فيظهر لك لون وهكذا بيتم خلط الالوان آآ بشكل حي على الشاشة. عشان كده لو هنا مسلا لون وانا بتحرك كده اللون بتحرك معايا. الخلايا كده بتتغير الوانها. يعني انا هنا في اضاءة المكان ده كده. الخلايا ارية اللون ده بطريقة والالوان اللي حواليها بطريقة تانية. لما انا بتحرك كده بتتحرك معايا. انا بحرك الصورة هي بتبدأ تطفي شوية وتنور شوية او كده. التدرج ما بين التلات الوان هو اللي ظاهر لك الصورة اللي قدامك اللي انت شايفها في النهاية. طبعا بيعتمد على الضوء في ظهار الصورة بالشكل ده. ده طبعا زي ما قلنا من اهم انظمة الالوان اللي عندي. بعد كده نظام وده نظام لطبعة الصور اللي تم اه تصميمها اه او عملها على البرنامج مع الدقة تلتمية بيكسل. اللي فاتت كان اتنين وسبعين بيكسل. اللي جاية دي تلتمية بيكسل. انهل الدقة بتاعته اعلى اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. اللي هو بس ده بيعتمد على الوان احبار الطبعة. فبالتالي هنلاقي حاجة قدام شوية كده احنا شغالين على البرنامج. لما بنيجي نشتغل بنبصت لا لو انا عايز اختار الوان تلقى فيه علامات تعجب بقدر تظهر لك على الالوان يقول لك الالوان دي تنفع للشاشة لكن ما تنفعش للطباعة او ما تنفعش للاستخدام على الويب او على النت عموما هو في نظام الالوان كده فيه الوان تشتغل عندي على شاشة الكمبيوتر وما تشتغلش على النت لو انا رفعتها على عملت مسلا لجوهات وكده وعايز اوضب صفحتي كده وادلعها وحط فيها صور باشكال معينة. وانا بحط الالوان بتاعتها وبختار الوانها ممكن اختار الوان وجه ارفع الصورة على النت او على المصفحة بتاعتي اللي هزهر بالوان تاني. السبب? لان انا مرعيتش الحتة دي. لازم اخلي بالي ان الالوان بتاعتها هتظهر دي الوان على الويب لازم اكون مناسبة للويب. هو مش هزهر غير كده. لو انا عايز اطبع الصورة دي على ورق. لازم اعمل حسابي على احبار الطباعة. خلي بالنا من الحتة دي. الوان الطباعة هي هم بتشتغل بنظام الاربع الوان طبعا وده اللي بيخليه اللي بيزهر لش صورة في النهاية على الورق. بألوان ضدوء الوان الطباعة نظام اللاب او ال ا 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 قلر ده ده نظام وسط ما بين والار جب. لكن استخدموا قليل لان انا عشان اجهزه باخد تجهزات كتيرة جدا وبياخد حجم الصورة يعني انتم ما تتخيلوش ان الصورة لها وزن كمان على سطح او في تشغيل البرنامج فبالتالي بخلي بالي من الحتة دي ان لما اكون شغال في النظام الوسط ده انا بحمل على الجهاز حاجتين. كأن الصورة دي هتطبع او كأن الصورة دي هتتعرض على شاشة. فبالتالي هو بيضاعف قدرات الصورة عشان تقدر تطلع في الجهتين. فطبعا ده نزام صعب جدا التعامل معها بالنسبة ليه وزن الصورة. مش بتكلم على الفني اللي هي بقاعد شغال او اللي هيشتغل على البرنامج. لا بالنسبة لها تكون سهلة. انا بتكلم صعوبة وزن الصورة. حجم الصورة بيكبر. انت كل ما بتختار دقة عالية للصورة. حجمها بيكبر رخر. يعني ممكن تلقى ان الصورة انت مصورها بالموبايل عادي. بس الموبايل كانت دقته قويسة. وجيت اشتغل فيها على البرنامج وهضفت عليها شوية حاجات. كان مثلا حجمها الاساسي. مثلا نقول خمسين ميجا. دقة بتاعتها كانت عالية جدا وحجمها كان صغير. ولما جيت اشتغل عليها على البرنامج لعبت فيها كتير جدا. فوصلت من الخمسين جيجا الميجا مثلا وصلت لخمسمية ميجا. نص جيجا. ده المساحة دي كبيرة جدا. جات منين? جات من الاضافات اللي انت قعدت تلعب بها على الصورة والدقة اللي انت شغال بها. رفعت من حجم الصورة. وكمان حتى لو انت جبرت حجم الصورة على البرنامج. في نظام تكبير من غير ما تأثر على الدقة. فده برضو بيأثر على آآ وزن الصورة. انا بسميه وزن الصورة. اني تبقى كانت مثلا خمسين ميجا وبقت خمسمية وممكن تبقى جيجا كمان. عشان كده ما بيجي تقولك لو انت هتشتغل برامج جرافيك او برامج آآ صور زي الفوتوشوب وكده. حاول يكون معك جهاز يتحمل التشغيل ده. لان انت بتبقى شغال بكل موارد الجهاز لانت بقى راماتك عالية لازم كانت الشاشة يكون عالي. عشان خاطر تقدر تتعامل مع الصورة وكمان معك البرسيسور عالي. كل موارد الجهاز انت بتشغلها في النظام ده. عشان كده فيه اجهزة معينة وتبقى ارقام كبيرة جدا بتشتغل برامج الصور او برامج الجرافيك. مش اي جهاز يشتغل الجرافيك. اه انت فرحان ان انت معك جهاز لابتوب او جهاز كمبيوتر. بس هو على استخدامك المحدود. بتفتح ورقة تكتب بها تلعب لعبة صغيرة. ممكن لو حابب تكبر اوي يعني هتكبر شوية. بس هتلعب الالعاب التقيلة. بس تعال اخده وشغل عليه برنامج جرافيك. مش هتلاقيه شغال. هتلاقيه صعب. عشان كده تلقى الناس اللي شغالة في النظام ده هتلا بيجيبوا اجهزة مخصوصة وليها امكانات معينة وبيجيبوها بارقام كبيرة. يعني بس لان هو هيشتغل بها بشتنظام معين. عشان كده احنا بنقول انا اقدر لو بقى عندي مهارات حلوة جدا في البرنامج اقدر اه ابدأ بي مشروع صغير. اعدل بس صورة صحابي صورة زميلي مبالغ صغيرة. بعد كان موضوع هيكبر لو انا كنت شاطر وعند المهارة اللي اتخليني. اعدل على الصورة. والصورة تعجب الناس. ده احنا بنتكلم كنا عن الجودة. طبعا كلنا بندرس الجودة في مدارس التعليم الفني. فكل ما كانت جودة المنتج بتاعك عالية. كل ما العملة بتوعك زادوا. وده طبعا بيساعدك اكتر ان انت تكبر في السوق. كبيرت في السوق. بعد ما كما عندك جهاز ممكن تعمل مكتب كبير ويكون عندك مجموعة من الاجهزة. ومشروعك يكبر. فبالتالي احنا بنتكلم عن اي مادة عندنا او اي تخص عندنا. احنا بنفكر كمان انا لو حابب اشتغل لوحدي في مشروع. هل ده هينفع ولا لا? بالنسبة لمادتنا النهاردة? اه تنفع. سواء كنت شغال او شغال فوتوشوب. لو ركز فوتوشوب لو كان التصميماتك كمان كبيرة ممكن تطلب في اه حاجات كبيرة جدا. ممكن تطلب في تصميم اعلانات اه او عمل بنارات. ده في شباب كتير جدا شغالة في المشاريع دي. نرجع للموضوعنا احنا كده اخدنا انزمة الالوان. وعرفنا ايه بكسل. وعرفنا كمان الاستخدامات الاساسية للبناجنين تنقل على الجزء التاني وهو الجزء الاهم. وهو الفرق بين الوان الضوء والوان الطبعة. هنا هنبدأ نستعرض الوان الضوء والوان الطبعة. هنا طبعا عندي نظام الار جي بي والسي ام واي كي. الار جي بي هي الوان الضوء والسي ام واي كي هي الوان الطبعة. نشوف هنا الالوان اللي هنا الموجودة ايه? ونشوف هنا الالوان الموجودة في الجهة الاخرى ايه? لو جينا على الطرف الاولاني هنا اللي هو الار جي بي. هنلاحز ان الريد اللي هي الاحمر. الجرين اللي هي الاخضر. والبلو اللي هي الازرق. لو لاحزنا كده واحنا بنشتغل عليهم في الخلط بتاعهم. لما جيه الاخضر يختلط مع اللون الازرق اداني اللون النيلي ده او اللون الفاتح. بعد كده لما جينا نخلط الاحمر مع الاخضر اداني اللون الاصفر. لما جينا نخلط الازرق مع الاحمر اداني اللون البنافسيجي. ده كل واحد الوان ما لهاش علاقة بنظام الوان الجواش اللي هي خصوصات الفنية بتعامل بيها. فنلاحز هنا ان خلط الالوان هنا مختلف. طب اتحاد التلات الوان مع بعض هيديني اللون الابد اللي هو موجود في مركز الصورة بالشكل ده. نمكن عشان خلطوا التلاتة مع بعض هيداني اللون الابيض. طب لو انا مش عايزهم بط فيهم كلهم هيديني اللون الاسود. طيب تعالي بقى على النظام التاني. اللي هو السي ام واي كان. السي اللي هو اللون اللي هو الازرق الفاتح او اللي هو الزهري او اللي هو النيل زي ما بنقول عليه. والم اللي هو اللون الميال اللون البنافسيجي. بعد كده الواي طبعا انا مسال كل واحد مسال الحرف بتاعه للاسم اللون بتاعه. زي اللي يقوله مسلا الواي. التلاتة لما بدأوا اتحدوا مع بعض بقدروا اطلاع الوان تانية. يعني بنفسيجي مع اللون الزهري ده ادى اللون الميال اللون الازرق. لما جيت اتحد مع الاصفر ادى اللون الاحمر. لما جيت اتحد الاصفر مع اللون اللي هو الزهري ده ادى اللون الاخضر. لما التلاتة اتحدوا مع بعض اداني اللون الاسود اللي موجود في النص. بقى هنا ده للشاشات الرقامية. وده للوحات الطبعة. ده الفرق بين الالوان اللي انا بشتغل بها ولازم يكون عندي قدرة على التعامل مع الالوان. بعد كده نطلع بقى على الجزء العاملي هو وجهة البرنامج. وده الجزء اللي همنا ازاي اتعامل مع البرنامج. عندنا حاجة بسيطة كده عشان نظهر وجهة البرنامج. الصورة بتوضح منطقة او الجزء الخاص بالبرنامج. اول حاجة عندي هنا هنلاحظ ان هنا موجود عندي لو بدأنا كده بالاشرطة العلوية. ده طبعا ده الشريط الاساسي اللي في القوائم بتاعته او المسمى نفسه بتاع البرنامج او الملف اللي انا فتحه. بعد كده عند شريط القوائم. وبعد كده ادوات العرض الخاصة بالبرنامج. بعد كده شريط اعدادات الاداة. ايه هي الاداة? ادى من دول. اي ادى بضغط عليها هنا بيتفتح لي على الشريط ده الاعدادات الخاصة بها. هنا طبعا ده قائمة الادوات اللي انا بشتغل بها في البرنامج. بعد كده عندي هنا اقسام الخاصة بالبرنامج قائمة الادوات المساعدة. هنا الادوات لساسية لكن هنا ادوات مساعدة. وهنا في قائمة الاضافات والطبقات وكل اللي اقدر حابب اضيفه على الصورة بيكون عندي في الجانبية دي. وطبعا المنطقة دي بيكون مفتوح فيها منطقة العمل او مساحة العمل اللي عندي. اللي هي الصورة اللي انا ببدأ ان انا اعدل عليها. تعالوا نطلع على حاجة على طول تانية وهي ازاي انا اشغل البرنامج. عشان اشغل البرنامج هنزهرني كده ونشوف ازاي انا بفتح البرنامج وهنا كده طبعا الشاشة الكمبيتر قدامي. طبعا بضغط على قائم start. وبدور على البرنامج بتاعي في القائمة عندي. بقى الان هنا مكتوب عليه Adobe Photoshop CC. هنا الاصدار اللي همشغلها اسمها كده. طبعا هو في اكتر من اصداره. وهنتكلم على الاصدارات دي آآ بعد ما نخلص تمرين لي معنا. هنا طبعا انا ضغط على الايكونة بتاعت التشغيل وبنتظر تحميل البرنامج. هنا طبعا بيبدأ يزهر لي المعلومات الخاصة بعملية فتح البرنامج. بيبدأ يستجمع الادوات بتاعته عشان يبدأ يزهر لي الوندوز اللي هبدأ ان انا اشتغل عليه. بدأت تفتح الوندوز بالشكل دي طبعا ده الشكل الاساسي للبرنامج. الاصدارة كانت بلون غامق او خلفيتها آآ السودة بالشكل ده. فبالتالي بقدر اتعامل بيها بالطريقة دي طبعا ان كل ده ببدأ انا ايه بمرر او بمر على الادوات بتاعتي وكل الادوات دي هنبدأ نعرف آآ خصائصها وازاي اتعامل معاها بشكل منفصل مع التدريبات والتمارين اللي جاية. طبعا هنخلي الشرح بتاعها مع التمارين لان كل ادام النوم ليها حكاية وليها طريقة كمان فيه التعامل. بي هنا كده شريط الادوات الخاص بي ودي الادوات الاساسية اللي بقدر اعدل بيها على الصورة بتاعتي بالشكل المطلوب. وزي ما قلنا الشريط ده كمان هو آآ اساس التعامل مع اي صورة. في بعض الادوات هنا مش شغلتها التعديل. ممكن يكون شغلتها التحريك. ممكن شغلتها الكتابة. ان هنا في نظام الكتابة. او المنزل على التاكست اللي تحتيها على طول ده. ده الجزء الخاص بالكتابة على الصور. طبعا فيه ادوات كتير جدا مع البرنامج غير الادوات الاساسية. ادوات مساعدة. هنا طبعا بنتكلم عن الكتابة على الصورة وازاي اتعامل معاها. الاشارة والتحريك وشكل الاطار اللي يكون حواليا البرنامج. او الصورة نفسها. ده هنا طبعا بتاعت التحريك. والتكبير والتصغير وتغيير الالوان ما بين الابد والاسود. بس ده طبعا لما يكون فيه هنا الصورة نشطة عشان اقدرنا اتعامل معا. كل دي من نظام الادوات اللي موجودة عندي في الجنب بتاعي. هنا كل ده انا بس بعرف الادوات. بس انا لسه ما فتحتش البرنامج. انا كل ده بشغل البرنامج. بعد كده هنا القوائم المنسدلة بتاعتي. هنا مجموعة من القوائم وكل قايمة لها آآ مجموعة من الوظائف. حسب التمرين اللي انا هشتغل عليه. يعني ان هنا عندي كمية وظائف كتير جدا. بس حسب الوصف بتاعي هاد اتعامل. هنا انا قلت هنا عندي شريط الخاص بالادوات الخاصة بالاداة. اتحكم في الاداة ازاي? لما بضغط على الاداة هنا بيطلع لكل الخصائص بتاعة الاداة بتاعتي. واقدر انا اعدل عليها من المكان ده. وبرضو ده هنشوفه اكتر لما نبدأ نشتغل مع التمرين يكون هنا في صورة مفتاحة قدامي عشان اقدر ان انا اعدل عليها وافهم كل الكلام ده بيتم التعامل معه ازاي. لكن هنا احنا شفنا كده عملنا جولة مع الاشرطة والادوات الموجودة عندي على البرنامج وبتنقل لموضوع تاني ازاي افتح ملف جديد على البرنامج. عشان افتح ملف جديد على البرنامج. لازم يكون عندي في الاساس فكرة. انا هنا هفتح ملف ورقة بيضة. مش هفتح ملف هجيب صورة وعدل عليها. لا ده انا هشتغل على ورقة بيضة زي ما هنشوف دلوقتي. تعالوا نشوف الفرق بين الاتنين لما نيجي نفتح الملف. هنا طبعا هبدأ هنا طبعا عندي البرنامج مفتوح. بس ما فيش حاجة هنا لاشتغل عليها. فهجي هنا على اه فايل. وهدور على اه النيو. عشان ابدأ ان انا افتح ملف. هنا طبعا ده الويندوز الخاصة بفتح الملف. وهبدأ اشوف بقى المواصفات اللي انا عايزة. اول حاجة اسم الملف. لازم اسمي الملف بتاع عشان يبقى سهل الحفظ عليه. هنا هسميه ملف جديد. طبعا انت سميه بالاسم اللي انت حبه. عشان تقدر ترجع له في وقت ما انت حابب. بعد كده هنا طبعا الجزء الخاص بالبريست بتاعتي او النظام الورق اللي انا هشتغل به. هنا طبعا انا اخترت هنا ده المقاس الاساسي اللي عندي او المقاسات اللي انا بتعامل بيها مع البرنامج اللي هي نازلة مع نظام الفوتشوب. لكن هنا عندي مجموعة كبيرة جدا من انواع الورق. مسلا زي بدأت نقل معي وتغير هنا هنا لو فردت القائمة بتاعة انواع الورق. هلأ فيها مجموعة مختلفة من انواع الورق زي لو انا غيرت اه نوع الورق كلهم بغير نوع الورقة او حجم الورقة بتغير معي المقاسات في قلب الويندوز دي. انا هنا بتفرج بس على انواع الورق وانا بغير. لو جيت هنا واخترته هلأ ان الورق اي فور بدأت تظهر معي. ونظام الورق العادي بدأت يظهر معي الاي فور واي فايف واي سري واي سكس وبي فايف فور سري وسي اه سكس فايف فور وهكزا. دي كلها المقاسات الانترناشنال العادية اللي احنا فاهمنا اللي هي مقاسات الورق اللي انا بتعامل بها. بعد كده طبعا انا اقدر هنا اول ما بغط على نوع الورق بيبدأ يظهر لي المقاس بتاعه بالصانتي وبالبوصة حسب ما انا ايه بظابط الشغل بتاعي. هنا طبعا اخترت نظام الفوتو. وفي نظام الفوتو هنا بيديني بقى رقمين مضربين في بعض. اتنين في تلاتة اربعة في ستة خمسة في سبعة. حسب حجم الصورة. وهنا خلي بالنا بقى ان عند نظامين. في نظام طولي. بيزر الصورة بالطول. وفي نظام عارضي. لو هنا بيقول لي ايه? العارض والطول لو لاحظنا هنا وهنجع تاني طبعا لنظام الفوتو كمان شوية. آآ نظام الويب. الويب ده موضوع تاني بقى. المقاسات بتاعتي حسب حجم الشاشات او حسب حجم العارض على الويب. طبنمية في ستمية والف اربعة عشرين في آآ خمسمائة ستمية وتمانين وهكزا يعني. بعد كنظام شاشات الموبايل. هتلقى المقاسات هنا او حجم الصورة هنا بيبقى بمقدار حجم شاشة الجهاز اللي هتعرض عليه. فهقدر حمل هنا حاجة نظام الموبايل او نظام الفيلم او الفيديو. هلقى ان هنا نظام آآ انظمة الفيديو هاي الموجودة معايا. اللي انتي آآ او البال او الاتشي دي. او وهكزا. كل دي انظمة ايه? انظمة تشغيل فيديو. او انظمة تصميم آآ او تعديل على الفيديو. حجم فيديو. وبعد كده طبعا في انا بقى اللي بتصرف مزاجي وبحدد الاحجام والاطوال والعروض على حسب ما انا حابب اظهر الصورة بتاعتي. فانا هنا بختار الطول والعرض. وطبعا بختاره بالسنتي او بالبيكسل او بالبوصة. هنا طبعا اختارته خمسين سنتيمتر. على طون التاني بعدله واخليه اربعين. يبقى هنا العرض خمسين والارتفاع اربعين. حاجة كده بيقى الطول. حاجة هنا هعدل نظام بيكسل في البوصة او بيكسل في الصنت وهنا بعدل نظام البت كمان بتاع الالوان. لو لاحظنا هنا ان حجم الصورة كل ما بلعب او بغير بيكبر. يعني كل ما بزود الدقة او بزود الحجم او بزود اي حاجة. الحجم الصورة بيكبر. كان تسعة ميجا بقى تمنتاشر ميجا رجع تاني ستة ميجا. لما غيرت الحجم الصورة مختلف. هنا وصل الاربعة عشرين ميجا. انا هعدل بغير في الحجم. وبغير في الدقة. هبصة لان هنا بيبدأ يتغير معايا ويكبر او يصغر على حسب ما انا بختار. هنا طبعا بالنسبة لان انا بغير وحدات فبالتالي ما لاش علاقة بحجم الصورة. ده هي كده كده الرقم مكتوب. بس انا بغير حجم الرقم اللي دخلته في البداية بيتغير بناء على النظام القياس اللي انا ايه بختاره او لانا بحدده معي. هنا طبعا هنا بيقول بتاعي هنا تلتميت آآ بيكسل في البوصة. آآ طبعا انا قدر اغيره وزوده. لو زودته حجم الصورة بيزيد. لو قللته حجم الصورة بيقل. هنا لما وصلته خمسمية الصورة وصلت ستين ميجا. لو رفعت الرقم حجم الصورة بيكبر. لو قللت الرقم حجم الصورة او نفسه بتاعي. فهنا خلي تلتمية رجع باربعة عشرين وسبعة من عشر ميجا. طب لعبت في البت بتاع الالوان. هبص لقى برضو ان النظام بتاع آآ بيتغير. كل ما بيلعب في حاجة او كل ما بغير حاجة معي في اعداد الملف اللي انا هشتغل عليه. حجم الصورة اللي هتظهر معي في النهاية بتغير. هنا طبعا بغير في بتاعي اقدر خليها ابيض اقدر خليه انا اللي بختار اللون بتاعي. وهكزا. انا طبعا هنا بختاره ابيض. وببدأ طبعا مدام انا خلصت تجهيز كده. والحجم ده المناسب بتاعي. بضغط اوكي عشان الصورة بتاعت تظهر. انا ممكن اقول ده عشان خاطر احفظ الاعداد بتاعي واجه افتحه بعد كده زي ما انا حابب. لو مش حابب بضغط اوكي على طول. بتبدأ الصورة تحمل بالشكل ده. ودي بقت منطقة العمل بتاعت اللي انا هبدأ اشتغل عليها. هي الصورة اللي هبدأ اجمع عليها الصور. هي صورة بخلفية بيضة. لكن اقدر خلي الخلفية دي شفافة. اقدر حط صور عليها كبحدات شكل كأنك انت بتتعامل مع ورقة بيضة عادية. وببدأ تحط عليها الرسم بتاعك. هنا طبعا عندي حاجة مهمة جدا ان هو القفل اللي موجود على طبقة الصورة دي. طول ما هم موجود لو حبيت اسحب اللون الابيض من مكانه بتظهر لي الرسالة دي. طب لو انا حابب الغيه وخليني مع الجزء الشفاف. هاجي هنا على قفل الصورة او قفل الطبق ده. هبدأ ان انا اعمل له عملية ايه? عملية فتح. انا هنا ضغط كليكتين عليه. ظهر معي الويندوز دي. فببدأ ان انا اضغط عليها. اوكي. الويندوز دي معناها بتقول اللي دي هتبقى اللي ار فبالتالي القفل بتاعها يتشال من عليها. وبقت آآ مش اساسية لأ ده كمان كأنها لم دخلها. هقدر اسحب اللون الابيض. واشتغل على الخلفية الشفافة. الخلفية الشفافة دي. لو انا حطيت اي صورة هنا وجيت احفظها. لو جيت اعارضها على اي برنامج. هلقان هي ممكن لو هي فيها اماكن مفرغة. هتصار مفرغة كمان في عملية التركيب. ده طبعا بيساعدنا كتير جدا ان تظهر معي الصورة بالشكل المطلوب. وتخليلي الشكل نفسه الجمالي بتاع اللوجو بتاعي يكون كويس. بعمل الكلام ده امتى? لو انا عايز اصمم لوجو في مجموعة من الرسومات البسيطة. وعايز الرسومات دي تظهر كأنها برزع الصورة. يعني تبقى الصورتنا زي ما هي موجودة كده. واللجوهات الموجودة حوالينا دي. هتبص تلاقي ان هي ايه? ظهرة في بعض الاماكن الخلفية. الخلفية بتتخلى التصميم بتاعي. فبالتالي هيديك احساس ان هي شفافة. اه ده اه فيه رسمة قدامي بس لو جيت ابص عليها بدقة قوي. حلقا انا كمان الخلفية المتحركة معايا. اللي تحتها على طول بتاع الصورة السية بتتحرك. طب ده تصمم ازاي? انا خدت اللوجو. وديته على برنامج فوتشوب وفرغته. لما فرغته او لما انا كتبته اصلا على برنامج فوتشوب انا كتبته على خلفية شفافة لها كانت مربعات من شوية دي. فكل اللي انا رسمته على الخلفية الشفافة دي لما اجي احفظ الخلفية دي بتختفي في الحفظ. لان ايه في الاساس ايه? مش موجودة. فبالتالي هتظهر الصورة بالفراغات بتاعتها مفرغة. فلما اجي ركبها على صورة تانية هلقى التفريغ الاساسي بتاعها ظهر الصورة في الخلفية. كانك بالزبط كده كانك بتفرغ كرومة مسلا. فهتبص تلاقي لو انت عندك الاماكن دي في الاساس كانت خضرة في خلفية الصورة لما تيجي تركب صورة تانية عليها الصورة اللي انت اول ما تشيل اللون الاخدر هتبني الخلفيات كأنها هي ايه مفرغة. لأ انا عندي هنا في البرنامج لأ ده انا مش بحتاج كرومة وانا برسم على البرنامج لأ ده انا بشتغل على الشفاف على طول. اشتغلت على الشفاف ولو انت عليه كل الاماكن اللي سبتها فضية حولنا التصميم وجوه التصميم لما تيجي تعرض التصميم ده في مكان تاني هتظهر مفرغة وتظهر لك الصورة او الفيديو اللي تحت الايه التصميم بتاعك. دي برضو من ضمن مميزات البرنامج اللي اقدر استفيد بها ان اقدر اصمم اصمم مجموعة من اللجوهات او الرموز اللي اقدر اتعامل بها في مؤسسة خاصة بها او في الشغل بتاعي. كلام ده بنشوفه كتير جدا في الجزء الخاص بالدعاية والاعلان. تلقى مثلا اه لو شركة مثلا وبتقدم دعاية بتاعتها مثلا اللوجو بتاعها مرسوم على آآ الم مرسوم على آآ كاب مرسوم على اي حاجة على اجندة على اي حاجة معمولة هتبص لان التصميم موجود. واللون الاساسي بتاع كان اجندة او كان كاب آآ اللون الاساسي اللي تحت ظاهر مع التصميم. هم ما تلونوش مع بعض. ده هو جاي متلون جاهز وانا كله عملته سقطت التصميم عليه طبعته بطريقة معينة. فهتبعه ازاي? عشان يفرغ لي كمان اللون اللي في الخلفية اللي معايا على المنتج اللي انا هحط عليه اللوجو بتاعي. لازم اكون انا في الاساس رسمه مفرغ. رسمه على خلفية شفافة. زي اللي كانت معانا دلوقتي من شوية. اتا اول ما بفتح التصميم بتاعي بس بضغط كليكتين على الطبقة اللي عليها القفل. بتظهر الوندوز اللي معايا دي. بسمي الطبقة. هي طبعا هنا داني لير زيرو لكن انا اقدر اغير اسمي الطبقات طبعا لما ندخل على موضوع الطبقات هنلقى الموضوع بحر كبير جدا. وهنشوف تصميمات جميلة جدا ان شاء الله في الحلقات الجاية. لكن ايه الفكرة كده? لازم يكون انت عندك فكرة تصميم. عشان تقدر تطلع تصميم بشكل حلو. تعالوا نكمل الموضوع بتاعنا ونطلع على جزء تاني من الاجزاء بتاعتنا وهو ازاي ان انا اقدر اعالج رطوش الصور. ده الجزء احنا كلمنا فيه في الاول. لازاي يكون عندي صورة سيئة وعالجها. هنشوف هنا بعض الصور اللي كانت اه بتفرد علي سبب التعديل عليها. وطبعا بستخدم فيها الطريقة الاولى في عملية التعديل. وطبعا هنا بقى هبدأ استخدم الادوات. اول حاجة عندي هنا انا عندي اه مكانين. مكان مصاب ومكان سليم. المكان المصاب دي المنطقة المصابة فيه لون غريب في اه الجلد. ده وجه مثلا. في المنطقة دي في علامة غمقة. غير الالوان الموجودة في الوجه. فبالتالي انا عايز بقى الحتة دي تختفي. عشان كده ما بروح اتصور عند الفوتوغرافي بقى من الصور الفوتوغرافي عند اي استوديو. بيبدأ ياخد الصورة بتاعت ويعدل. هتحس ان مش انت اللي كنت بتتصور في الستوديو وقت التصوير له. لانه يخد الصور وزي ما تقول كده اي هو اه زبطها او عدلها على قد ما يقدر شلك اي حاجة تعمل مشكلة في اه شكل الصورة. من ضمنها الجزء اللي احنا بنتكلم عليه دي. الاماكن الغمقة. الاماكن اللي بتزهر بشكل في الصورة. بيشيلها بالشكل ده. هنا طبعا بعد ما بيختار المنطقة اللي هي السليمة. بيضغط زرار آآ من الكيبورد. وآآ بيبدأ ان هو يفضل شغال عليه ويضغط كليك شمال بالماوس ويبدأ يسحب المكان السليم ويجيبه عند المكان المصاب. فبيختفي من تحته. تعالوا نشوف الكلام ده بشكل عملي. انا عندي هنا صورة من الصور. الصورة جميلة جدا في خلفية كويسة. وانا مش هقدر اصور الصورة دي التاني. فياجي هنا اجيب اللي هو الامر آآ بيضغط عليه باطلع على الادوات بتاعته او على الخصاص بتاعته. وبختار بيختار اول آآ طريقة. وباجي هنا فيه المكان السليم. وابدأ ان انا اضغط وابدأ اختار الجزء اللي انا عايز اعمل له عملية اللي ايه? النقل. او الكوبي بتاعتي. وابدأ ان انا اسحبه واروح احطه فين على اللي ايه? على المكان المصاب. طبعا هنا آآ لو احنا شوفنا من شوية. آآ ده الموس الاحمر ده بيتحرك ومعاه آآ لون تاني. لون آآ مش هو اللون اللي معايا في الصورة الاصلية. هو كان بياخد عينية من المكان المصاب. هنا طبعا بدأ يظهر ان الموس شايل لون معاه. او هنا طبعا طلعناه كده في اللون الاسود عشان يبين. يبقى الموس باخد عينة من اقرب نقطة للمكان المصاب. لما بتحرك بها في اي مكان على آآ السطح بتاعي هنا بتظهر معايا الصورة بتاعتي. يبقى هنا بالتالي لو انا عايز اعالج الشكل ده كل اللي انا عايز اعمله. هطلع على آآ امر او الاداء الخاصة بعملية النقل ده وهي الاداء الخاصة او مسمها آآ هنا طبعا هنا طبعا يجيب حجمه معايا. انا قدر غير الحجم من هنا. بس هنا طبعا القطر اللي انا شغال به القطر واحد وعشرين او واحد وعشرين بكسل. زي ما قلنا بضغط من الكيبورد واضغط على المنطقة اللي انا عايز عن اللونها للمنطقة المصابة. يعني كده بطبع اللون واروح اغطي به اللون المصاب. يبقى ده اللي انا بعمله بنق الشكل او بنق اللون قطعة من التصميم بحطها في مكان تان. وزي ما قلنا كده انا لو حركت بالماوس بتاعي في مكان من الاماكن اللي فيها الوان غامقة هتلقى ان في لون موجود معايا في الماوس محمله وبيتنقل به بالشكل ده. يبقى هو ده اللون اللي انا اخترته من جنب المنطقة المصابة وغطيت بيها المنطقة المصابة. ليه بختار مكان قريب من المنطقة المصابة? لان كل ما بعت في المكان ده مسلا لو قلنا الاضاءة جاي من مكان معين. وليكن من المكان ده. اللي ظاهر هنا لون. وكل ما بتحرك هنا اللون يا ايما بيغمق يا ايما بيفتح. عشان اعالج مكان يعني مسلا لو هنا الشكل بتاع اليد دي مسلا عايز اعالج جزئية هنا. هنا طبعا هي مش لون واحد. لو جينا هنا برضو لو كلمنا عن هي هنا مش لون واحد. هنيجي هنا على الحتة دي. هي ظاهرة هنا معانا ان هي لون غامق. طب انا عايز الغي الحتة دي ما ظهرهاش في الصورة اللي قدامك. لما اجي عالجها معالجهاش من هنا. لو عالجتها من هنا تيجي هنا فتحة اوي او غامقة اوي. عن الشكل ده. لأ ده انا كل اعمل وهاجي هنا في المنطقة اللي دي المصابة بالنسبة لي. هاجي هنا هرفع عنها حاجة بسيطة وروح باخد الحتة دي مسلا. وروح سحبها وجررها على المنطقة الايه? المنطقة المصابة وعالج بها المنطقة اللي عاملة زي الضل دي. تمام كده ده المقصود من الفكرة بدعيتنا في النظام ده. تعالوا نشوف طريقة تانية في معالجة الرطوش. والطريقة التانية بسيطة. كلهم نطلع على طريقة ممكن يكون الخطوة بتاعتها بزيد بس برضو بتحمل نفس الفكرة. هي معالجة مشكلة موجودة في الصورة. تعالوا نشوف هتحل الموضوع اللي معايا ده ازاي? انا هنا عندي الصورة والصورة كانت الاصابة صعبة جدا. انا هنا بقى اول خطوة عندي بحدد نقطة المصابة الاول. بعملها سيلكت. وبعد كده بروح في الخطوة التانية بسحب لمكان اخر غير مصابة. بعد كده بنزل العلامة في المنطقة المصابة. تعالوا نشوفها كده بسرعة. قدي هنا نفس الموضوع. بروح هنا بختار الاداة بتاعتي اللي انا بابدأ احدد بها. بعمل عملية التحديد على المنطقة المصابة. وابدأ ان انا احط الاطار بتاعي عليها. بالشكل ده كده ما بحددها. وبعد ما بحددها بضغط في الكيبورد وببدأ اعمل عملية السحب. ببدأ كده انا اوصل شايفين هنا انا ببدأ اسحب المنطقة المصابة. وهنا انا بختار اقرب نقطة فيها نفس الاضاءة ونفس الالوان الموجودة عندي في سطح الصورة. وطبعا بيديني شكل آآ لزيز جدا او بيعديل الصورة بيخليني احتفظ بالصورة كانت ممكن تتضمر مني او اخاف اعارضها لاني فيها مشكلة في شكلي فطبعا انا بكل ما آآ بصور محتاج ان انا احتفظ بالصور الجميلة بتاعت دي فبالتالي دي اسهل طريقة عشان احسن الصور بتاعتي. يمكن التمارين بتاعتنا مفيدة جدا بما اننا نستخدم كاميرات التصوير بشكل كبير الايام دي طبعا لاني طبعا الكاميرات كلها متوفرة على اجهزة الموبايل فبالتالي هيبقى عندي فرصة ان اعدل على الصور وعندي فرصة كمان ان استفيد بالتمارين بتاعتي بعيدة عن المنهج الدراسي. اخدها واعمل عليها التعديل واحتفظ بالصور. كان صعب ان انا احتفظ بيها في الشكل الطبيعي او من غير ما يكون عارف بعض استخدامات الادوات الموجودة عندي في برنامج زي برنامج فتشوب. وزي ما قلنا هو مش البرنامج الاوحد عندي برامج كتير جدا موجودة على الموبايل او موجودة على الكمبيوتر بتعمل نفس التعديلات بس ساعات بيبقى فيه امكانات اعلى في برنامج تاني اقدر استفيد بيها واقدر اتعامل بيها. يبقى احنا هنا الغرض كمان من شغلنا مش الجزء المنهجي بس اتعلم مهارات اقدر استخدمها في سوق العمل اقدر اطور منها او كمان اقدر ان انا اقيم بيها مشروع اوفتح بيها مشروع صغير استفيد بيه كمان وابقى بمارس هواية يعني الموضوع ده مش بس اه شغل تصمت على الكمبيوتر بس كان عشان هي مطلوبة لأ ده كمان هواية اقدر استفيد بيها ونميها وابدأ اكبرها واوصل لانا يكون عندي مشروع وطبعا هيدر علي الدخل كويس طبعا عايزين استفيد باكتر اه كم من المهارات معانا في شغلنا عشان نقدر اه نعمل حاجة كويسة لينا والبلدنا ونقدر ان يبقى فيه تنمية اه لكل اه مقدرات البلد وطبعا البلد مش هتكبر غير بيكو وطبعا في النهاية احنا بستنينكوا عشان تخلصوا مرحلة التعليم بتاعتكو عشان تساهموا في تنمية اه مصر اه حافظ على كل المهارات اللي انت بتتعلمها اه نميها على قد ما تقدر اتعلم مننا ويتعلم ودور على الصفحات الويب وهات مهارات اكبر واكتر نمي نفسك ده اهم حاجة اه طبعا اه وقتنا خلص معاكم بسرعة كونت مال يكون معانا وقت اكبر الحلقات الجاية يكون معانا تمرين اكتر واكتر استنونا وفي نهاية حلقتنا متى انا كنت توفيق ونشوفكم على خير ان شاء الله وعلى اللقاء